خلوما يا دير ستيودنس أهلا بكل متابعين قناة انجليزي كل المراحل وبكل طلاب أولى إعدادي بريب وان النهاردة إن شاء الله هنستعرض مع بعض كتاب المعاصر منهج تاين فور انجليش للصف الأول الإعدادي الترم التاني يلا بينا بسرعة نشوف الكتاب اللي هنشرح منه إن شاء الله منهج الترم التاني لسنة أولى إعدادي هنبدأ مع بعض الكتاب بيتكون من ثلاث أجزاء كتاب الشرح وكراستين بتيجي مع الكتاب كراسة للمراجعة والاختبارات والكراسة التانية للمهارات هنشرح كل حاجة فيهم هنستفيد منها إزاي وهنتعامل معها إزاي أول حاجة هنلاقي كتاب الشرح معايا كتاب الشرح هنشوفه مع بعض بيتكون من إيه لو فتحنا الكتاب كده هنلاقي هو طبعا الصفحة الأولانية دي على الـ QR كيفية تستخدمها لأن المعاصر بيستخدم التطبيق دوه تقدر إن أنت تحل التدريبات اللي في الكتاب ده إلكترونيا وتقيم نفسك فيها وتصحح كمان الامتحان عن طريق البرنامج ده كمان متجيك في الورقتين دو المواصفات الامتحان إزاي تعرف الامتحان هيجي إزاي الأسئلة كل درجة عليها إيه هتعرف كل سؤال عليه قد إيه درجات بعد كده بيبدأ طبعا المنهج بتاعنا عبارة عن 6 يونت كل يونت بيتكون من 6 دروس عندي 6 يونت في المنهج ده هنبدأ هنستعرض أول يونت على سبيل المثال وكل طبعا الوحدات نفس الطريقة أول يونت 7 اللي هي هاو وزيو يولويك انت بنلاقي أول حاجة بيدي لك كده صورة بتعبر عن فكرة اليونت بطاية البتاعه للعنوان بتاعه وبعد كده بيستعرض لك الكلمات الكلمات المهمة في الدرس بيديها لك مع معانيها وبيبدأ بقى يدي لك الكلمات بعد كده بعد الكلمات بيدي لك الأفعال الأفعال بالتصريف بتاعها البرزنت والباست والباست بارتيسبل وبعد كده بيدي لك الكلمة وعكسها وبعد الكلمة وعكسها بيبدأ يدي لك بقى الكلمة والتعريف بتاعها يعني الكلمة بتفصيل أكتر وبشرح أكتر وبعد كده بيدي لك الكلمة اللي هي بقى على فكرة الكلمات دي مهمة قوي اللي هتنفعك في سؤال الديالوج الـ expressions دي نفسها يدي لك كده العبارات المهمة نفسها تمام؟ بعد كده بيبدأ يدي لك الدرس نفسه نص نفسه عندك والكلمات المعمولة باللون الأحمر بيكتب لك هنا عليها الأرقام دي علشان بيكتب لك معانيها تحت هنا بعد كل ده بيديك بقى الجنرال نوتس دي مهمة قوي اللي هي الملاحظات العامة عشان بيعرفك إيه الكلمة إيه الفرق بينها يعني كلمتين أهم في فرق بينهم بيشوف بيديك example على كل كلمة منهم الصفحتين دول بيبقوا مهمين جدا في كل درس وبعد كده بيدي لك التعبيرات المهمة والحروف الجر المهمة واستخداماتها لازم قبل ما تحل بتعرف طبعا دول وهنشرحهم مع بعض إن شاء الله بالتفصيل وبعد كل درس يعني ده الدرس الأول والتاني هو كل درسين مع بعض على الدرسين الأول والتاني بيدي لك بقى الأسئلة عليها بتبقى عبارة عن هو الكي فوكابلوري يعني الأسئلة ديت سؤال تشوز دي على الكلمات نفسها تمام؟ وبعد كده بيدي لك برضو أسئلة من الSB والWB おい be يعني كتاب المدرسة والWB تدريبات كتاب الورك بوك في كتاب المدرسة تمام؟ وديه تدريبات كتاب المعاصر كل ده على سؤال الكلمات فطبعا كل ما هتحل كتير هتستفيد أكتر وهتحفظ الكلمات أكتر بيديك كمان بقى الدول على الاهم التعبيرات المهمة وبيبدأ بقى هنا بيعرض لك الجرامر اللي في الدارسين دول وبعد ما بيعرض لك الجرامر بيدي لك اسئلة على الجرامر نفسه من كتاب المدرسة وكتاب الوركبوك ومن تدريبات كتاب المعاصر وبيبدأ يدي لك بعد سؤال التاني اللي هو يعني هتقرأ الكلمة وهتصحح الكلمة اللي تحتها خط طبعا تبقى للجرامر يعني اللي انت عارفه للقواعد اللغوية هتشوف الكلمة دي السؤال ده مهمة قوي على فكرة ده وده حلوين قوي علشان بيعرفوك ازاي تحط الكلمة صحة في الجرامر فده بيفهمك الجرامر بطريقة يعني حلوة بعد كده بقى اللي هو ازاي بتعرف الكلمات ان انت تقدر ان انت تستخدمها اه في سؤال الديالوج اه بيديك السؤال وطريقة الحل عليه فحلوة قوي ده هيفيدك في سؤال الديالوج لان انت مطلوب منك في سؤال الديالوج هنشوفه في المتحان الجنرال ان انت بيديك سؤال وبيديك فراغات خمس فراغات اه بتكتب كلمة مناسبة تمام بعد كده بقى الخطوة التانية اللي هي الرايتنج اه بيديك ازاي تعرف تكتب باراجراف فبيديك الكلمات او الجمل المهمة اللي هتساعدك في كتابة الباراجراف المتعلق بالدرسين دول بعد كده بيديك جنرال بقى اكسرسايز على لسن وان وليسن تو بيكون متكون اول حاجة من السؤال اللي انت هتسمع من يور تيتشر من المدرس بتاعك هتسمع الكلمات وهتكتبها طبعا ده السؤال ده هنتضرب عليه كتير وطبعا دركته ده بيبقى ان شاء الله تبقى مضمونة علشان انت بتعرف تربط بين صوت الحرف وبين الحرف نفسه فبتعرف تكتبه على طول بعد كده ده سؤال الديالوج اللي بقولكو عليه بيكون في كده خمس فراغات انت بتعرف السؤال وبتعرف ترد عليه ازاي عن طريق الحل الكتير والممارسة اي لغة على فكرة بتبقى عبارة عن ان انت تمارسها صحة عرب بقى تكتب وتقرأ وتسمع كل حاجة بعد كده تالت حاجة تالت سؤال اللي هو سؤال آآ بيبقى عبارة عن عشر جمل آآ سبع جمل منهم على الكلمات وتلاتة على الجرامر والسؤال الرابع بيبقى برضو على الكلمة ان انت هتطلع الكلمة الاندرلاين الكلمة اللي تحتها خط وتغيرها وتشوف تصحيحها ايه وخمس حاجة البراجراف بيكون متعلق بالدرسين التانية آآ طبعا كل يونت متكون من ست دروس آآ فده برضو السؤال الدرس التالت والرابع بيعرضوا بنفس طريقة الدرس الاول والتاني وهنلاقي بعد كده الدرس الخامس والسادس برضو بنفس الطريقة هو جايب لك في اولا اعدادي كل درسين مع بعض تمام كل درسين مع بعض كده ده درس الخامس والسادس بنفس الطريقة وكل درسين وراهم الاسئلة بتاعتهم بعد كده بقى بعد ما خلصنا كل درسين مع بعض بنلاقي ايه بصوا كده هيبقى كده خلص اليونت هيديلك آآ ريفيو كده مراجعة سريعة على اهم الكلمات اللي في اليونت في اليونت نفسه واآآ اهم الجرامر والستيكينج وهيديلك باراغراف متعلق ريليتت باراغراف يعني آآ بيديك تو باراغرافز متعلقين بآآ موضوعات الوحدة نفسها اللي انت اخدتها وبعد كده الورقة دي عبارة عن مهارة الكتابة بيعرفك مهارة الكتابة ازاي بقى ان هو بيصنف لك الكلمات الكلمات دي اماكن الكلمات دي انواع آآ موسيقى الكلمات ديت آآ صفات فبيصنف لك الكلمات دي عن طريق تصنيفك للكلمات دي بتعرف بقى تكون جملة وتكتب باراغراف والورقة التانية دي عبارة عن مشروع بحسي متعلق برضو بالوحدة نفسها بعد كده بقى بيديك كده يعني آآ امتحان كده عام على الوحدة نفسها بيكون بمواصفات الورقة الامتحانية وبيتكون طبعا كل امتحان من سؤال الليسنينج وسؤال اللي هو الديالوج اللي انت هتحط فيه الفراغات وسؤال القطعة وهتحل عليها ازاي طبعا سؤال القطعة بتكون من تلات اسئلة وتلات اسئلة تانية تمام وبعد كده بيدي لك اللي هي بيبقى عشر نقاط وبعدين السؤال الخامس اللي هو ان انت هتقرأ الكلمة وتصححها وبعد كده السؤال السادس عبارة عن على كل يونت هيبقى بنفس الطريقة دي آآ بعد كده بقى في اخر الكتاب بقى هتلاقوا ايه بصوا كل كل ده بالطريقة دي لحد يونت احنا عندنا لحد يونت تولف بعد كده بقى هنلاقي في اخر الكتاب بصوا معايا هنلاقي جنرال كل يونت عبارة عن ورقتين مراجعة للكلمات وللجرامر بتاعته في اخر الكتاب كل اليونت بالطريقة دي لحد ده ما يوصل اليونت تولف وبعد كده بقى هنلاقي في شيت كل يونت آآ صفحة في الصفحة دي بقى هيديك ايه اسئلة كده خفيفة آآ واكزامبلز كده من اسئلة واللي هو الكلمة برضو اللي انت بتصححها وبعد كده دي حلو قوي بيديك الكلمات بالانجلش وانت تكتبها بالعربي كلمات بالعربي وانت تكتبها بالانجلش ده بينمي عندك برضو حفز الكلمات طيب هنلاقي ايه كده الحاج يونت تولف بعد كده بصوا لحد الاخر هنلاقي بقى في اخر حاجة ده طبعا آآ اجابات سؤال الليسنين وفي الاخر الكتاب هنلاقي بصوا من اول بقى from page three hundred and twenty nine لحد two three hundred and thirty two لاخر الكتاب هنلاقي اهم الparagraphs اللي متعلقة بالوحدات يعني كل يونت يونت سيفن بصوا عليه كام one two three تكملته اهيه تلات باراغraphs تمام ده آآ مكونات او محتويات كتاب الشرح هنلاقي بعد كده هنا الكراسة دي عبارة عن ايه هي اسمها ملحق المهارات ليه المهارات علشان بتعلمك مهارات مختلفة تعالوا نفتحها كده مع بعض بسرعة بصوا كده هنستعرضها اول حاجة بتعرفك اه يعني اهم الكلمات اللي عندك في كل يونت اهي والكلمة بالتعريف بتاعها وبعد كده بصوا بقى هي بتاخد ايه خدنا خلاص الكلمات والديفنشن بتاعها طيب هيديك ايه بقى اسئلة عليها عبارة عن تشوز هتعرف منها تحل على الجرامر لان كل سؤال عبارة عن كلمات هيسألك على حفزك الكلمات وعلى الجرامر كل يونت بالطريقة دي يونت ايد برضو بنفس الطريقة بحاول بسرعة واللي حاجة يونت تولف بعد كده الجزء التاني من الكراسة دي على القواعد اللغوية اللي هي الجرامر طبعا هيدي لك بقى هو خلاص الجزء الاول كله على الكلمات فادك سؤال تشوز ده بقى الجزء ده على ايه على الجرامر هيديك كل جرامر لكل يونت يعني ده اليونت يونت سيفن مديك الجرامر اللي عليه الجزئية دي بقى بصوا كده بيعرفك ايه السؤال بيبقى ازاي ترد عليه ازاي ده بينفعك في سؤال الديالوج تمام طيب بعد كده هيديك على اليونت متعلق طبعا بالجرامر اللي انت لسه مراجع عليه دلوقتي كل يونت هيبقى بنفس الطريقة دي لحد ده برضو هنا بقى ده كده كل يونت عليه الصفحة الصفحة دي هتعرف تحل سؤال الديالوج برضو اكتر واكتر بمهارة اكتر هتعرف لو السؤال اهو السؤال ده طريقة بتاع طريقة الاجابة عنه ايه اهي الانسر اهي تمام وهيديك خلي بالك في الديالوج اه كويسشن وانت هتحل عليه الانسر او انت هتقولي الانسر ايه فده كله هتعرف اهو تحله كل يونت بالطريقة دي وبعد كده يعني مهارات هيعرفك تلات مهارات اصلا كل لغة يا ولاد ازاي تقدر ان انت تمارسها علشان انت تبقى جيد في اللغة دي لازم تعرف ايه تعرف تسمع كويس تعرف يبقى عندك حصيلة حصيلة لغوية من الكلمات كتيرة تعرف تكتب تعرف تقرأ خلاص تبقى انت كده يعني خلاص ممتاز في المادة دي فهو اول حاجة بيدي لك اول مهارة ان انت تقدر تتكن الكلمات دي بصوا بقى هنا مقسم لك كل سؤال يعني اول حاجة هنا في يونت سيفن اهي اول حاجة ميديك الكلمات اهي اهم كلمات بعد ما قريت الكلمات ميديك بقى ايه قطعة صغيرة كده عن طريق جمل كده صغيرة كده وهتحط كل كلمة في مكانها المناسب فانت هتعرف كده توظف الكلمات فهو بيختبرك كده في معاني الكلمات بعد كده هيديك السؤال التاني بقى ايه سؤالة شوز حل كل يونت بالطريقة دي وهيديك برضو تكملة اليونت كده كده هيخليك ان انت تتضرب على الكلمات دي هتحفظها من غير ما تحفظها يعني علشان بالطريقة دي انت هتفهم وهتحل كتير عليها قوي فهتلاقي الحلها سهل جدا وهتلاقي نفسك اه حفظتها بطريقة بقى صح مش مجرد حفظ للحفظ لا حفظ بايه بممارسة بعد كده بقى مهارة الكتابة هتعرف تكتب كويس هيهيئك ان انت تعرف تكتب باراجراف حلو باراجراف مترابط افقار مترابطة هتقدر تختار الكلمات صح بطريقة كويسة صح هتقدر تحط البانك تويشن علامات الترقيم طبعا وان شاء الله هبقى معاكم في كل ده بازن الله هنحل ده بالتفصيل بالتفصيل الممل وهنعرف كل الحاجات دي كلها مع بعض آآ بعد كده بصوا اهي كل ده طبعا كل كده بالطريقة دي معلماتكم الصفحة اهي بعد كده بقى مهارة القرية هتبقى سهلة جدا هيعلمك بقى بصوا بقى في البزقية دي مهمة قوي ليه سؤال هتعرف تحل سؤال البسج اعمله لك ازاي بقى بصت كده جايب لك بسج كاكزامبل مثال ليه وبعد ما مديك البسج محل للبسج دي يعني مديك ايه اول حاجة ايه المعلومات اللي انت خرجت بيها من البسج دي الفكرة الرئيسية بتاعت البسج دي كلها ايه ازاي ان انت تقدر لو جالك سؤال ايه السبب اسكر السبب تقدر ان انت تقوله من عن طريق فهمك للبسج دي بعد كده هتختار معنى الكلمة اللي تحتها خط ايه على فكرة معنى الكلمة دي مش هيكون معروف بالنسبالك انت يعني هتخمنه هتخمنه عن طريق ايه عن طريق فهمك للبسج هودك كده الحل بتاع البسج ده كميسال بعد كده بقى هيديلك بسج ويطلب منك ان انت تحلها فانت هتختبر نفسك بعد كده هيكرر برضو كل بسج بالطريقة دي تمام ده الكراسة ايه دي كراسة بتاعت المهارات انا شايفة ان هي كراسة فعلا يعني كراسة تفاعلية مهمة جدا 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 على فكرة لك بعدك بقى كده الكراسة دي كراسة دي عبارة عن اه مراجعة على طول سريعة واختبارات في نفس الوقت بصوا هتلاقوا كده في الكراسة دي كل يونت ميديلك اهي بصوا سؤال الليسننج ميديك بقى كل سؤال واحد سؤال الليسننج اول سؤال هيجيلك في الامتحان هيدربك عليه بصوا اهو بعد كده سؤال اللي هو سؤال السؤال والحل عليه السؤال التاني فرقة الامتحان انت خلاص بقى شرحت اه شرح لك السؤال الدي لك بيجي ازاي هيديلك بقى اسئلة تحل عليها تمام ان شاء الله هتقى معاكم في كل ده بازن الله هنحله كل ده وبعد كده ميديلك بقى تمام كل يونت بتاعه وبعد ما بيشرحوا لك بطريقة سريعة بيديلك عليه علشان يشوفك فهمته ولا لأ كل كل يونت بالطريقة دي وبعد كده الحد يونت في اخر المنهج بتاعنا وبعد كده بقى بيديلك خمستاشر امتحان اه جنرال على المنهج كله بتقدر ان انت اه تحل منه استفيد منه كتير قوي اه طبعا هو جايب لك برضو اه اختبارات الكتاب الوركبوك وكتاب المدرسة فيعني الكتاب ده فعلا شامل وفعلا انا بحب فعلا كتاب المعاصر علشان بحس ان هو شامل للمنهج كله بقدر يفيدك فعلا فيعني ان شاء الله حضروا الكتاب وهنشرح منه المنهج ده بالتفصيل وهبدأ معاكم الحلقات على طول على طول ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ويستفيد منه اكتر عدد من الطلبة اه اتمنى النجاح والتوفيق لكل الطلبة اشتركوا في القناة